السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي معهد نور التوحيد بإذن الله في التسجيرات دي بإذن الله تعالى هنشرح منهج مدد الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني في البداية إن شاء الله هنبدأ بدروس الجغرافية الدرس الأول اسمه إيه؟ اسمه الموارد والأنشطة الاقتصادية في العالم ده عنوان الوحدة أما الدرس اسمه النشاط الزراعي موارده في العالم هنبدأ بإذن الله تعالى هنتكلم في البداية النشاط الزراعي ده ليه مهم؟ النشاط الزراعي مهم زي ما أنتو عارفين يا شباب علشان خاطر علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر أول حاجة هو مصدر رئيسي الغذاء الإنسان زي ما إحنا شايفين هنا كده وفي نفس الوقت بترتبب به تربية الحيوانات وفي نفس الوقت هو مصدر مهم للمواد الخامل لزمن الصناعة زي على سبيل المثال محاصيل الألياف والمطاط الطبيعي طيب إيه هي محاصيل الألياف دي؟ زي القطن والكتان والجوت ودول بيدخلوا في صناعة المنسوجات كمان بيدخل المطاط في صناعة إطارات السيارات اللي هي كوتش السيارات تمام كده؟ تمام النشط الزراعي في العالم بينقسم إلى زراعة بسيطة بداية وزراعة متقدمة الزراعة متقدمة تنقسم لنوعين زراعة كسيفة وزراعة تجارية وعلمية طيب في البداية هنتكلم عن الزراعة البسيطة اللي هي الزراعة البداية طيب إيه هي خصائصها؟ خصائصها ضيق المساحة المزروعة وتباعدها عن بعضها اتنين بيقوم بها عدق قليل جداً من السكان في العالم بيستخدموا فيها الأدوات البسيطة بتمارس دوفير الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين دون وجود فقط للتصديق يعني بيستخدموها عشان تقضي الإنتاج المحلي فقط السكان بتوع البلد فقط طيب أماكن انتشارها فين؟ في المناطق الحرة على هوا مش لغبات الاستوائية وبعض مناطق حشائش السبن أهم ما حصلها الزرا، الموز، اليام، الكسافة طيب إيه هو اليام والكسافة؟ اليام عبارة عن ضررانات كده بتشبه البطاطا بتطحن أحياناً لصناعات الخبز في عدد من دول أفريقيا مثل ناجيريا وغيانا وغيرها تمام كده؟ طيب الكسافة؟ الكسافة ديها تعبارة عن نبات يومه في المناطق ذات المناخ الدافي وجزوره غنية بالنشويات تمام؟ طيب هنتكلم بعد كده عن الزراعة الكسيفة أول حاجة خصائصها طبعاً أو تعرفها هي زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد لإشباه حاجة السكان المحليين وبتوجد عادة في المناطق كسيفة السكان عشان كده سموها الزراعة الكسيفة طيب خصائصها صغر من ساحة الحكومة الزراعية وده ترتب عليه استخدام الألات والميكانة الزراعية كمان بتطلب أيدة عاملة وفيرة وده بيجي كتير جداً لك بما تفسر تتطلب الزراعة الكسيفة أيدة عاملة وفيرة هنقوله أنها بتمر من خلال عمليات عديدة مثل بزر الحبوب والري وتنقيض الحشائش كمان بيتم فيها زراعة الأرض بأكثر من محصول في العام الواحد أماكن تشارع فين؟ في المناطق الحرة والمعتدلة وأهم محاصيلها الأمح والأرز والكتن طيب هنتكلم عن الزراعة التجارية والعلمية أو أحياناً بيسموها الزراعة الواسعة دي بيتم في مزارع واسعة في نطاقات محددة بتتخصص في زراعة محصول واحد إيه الهدف من كده؟ بهدف الانتاجة التجاري الضخم بيستخدموا فيها أحدث الألات الترعية والطرور العمال الحديثة وده بتلطب عليه قلة العمالة وبالتالي قلة التكاليف طيب أماكن انتشارها فين؟ نروف شرعة لأسيا في مزارع الشاي والمطاط في أمريكا الشاملية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية في مناطق زراعة الأطن والأمح في أوروبا في مناطق زراعة الأمح طيب أهم ما حصلها أمح قطن شاي مطاط تمام كده؟ يبقى احنا كده تعرفنا على في البداية خالص إن الزراعة عرفنا ليه كانت مهمة ومزالت مهمة تعرفنا على النشاط الزراعي وأقسام الزراعة في العالم عرفنا ليه زراعة بسيطة بداية وزراعة متقدمة تنقسم لنوعين بإذن الله تعالى طبعا نطلب من كل طلبنا الاهتمام بحل الواجب المنزلي اللي هو موجود عندكم فصاد كام؟ فصاد خمسة طيب هنكمل الدرس بتاعنا وهنشرح فيه طبعا هنشرح فيه بعد كده الموارد الزراعية في العالم الموارد الزراعية في العالم بتنقسم موارد الزراعية الرئيسية في العالم إلى ثلاث أقسام الثلاث أقسام دول اللي هي المحاصيل الغذائية محاصيل الألياف محاصيل لده الطبيعة خاصة المحاصيل الغذائية نوعين حبوب الغذائية ومحاصيل سكرية الحبوب الغذائية زي أمح والزرة والأرز المحاصيلة السكرية زي أصب السكر والبنجرة محاصيل الألياف في أول درس المحاصيلة اصبح الكتان والجول محاصيلة زي الطبيعة خاصة 醒رها عن الأمح والزرة طيب الأهمية بتاعت الأمحة إيه هو غزاء رئيس المظلم شكين العالم ليه عشان بيصنع منه الخبز والمقرونة والحلويات طيب بينتج في كل قرات العالم طيب قرات أسها هيئولة قرات العالم المنتجة للأمح وأهم دولها في إنتاج الأمح الصين هيئولة دول العالم والهند ثاني دول العالم طيب الظرة تستخدم كعلاف للحيوانات تمام وفي بعض الدول بيستخدمها كغزاء للإنسان بتنتج في مظلم قرات العالم قرات أمريكا الشمالية هيئولة قرات منتجة للزرع ويستخدم معظم إنتاج كعلاف للمعاشية وتصدر جزء منه للخارج طيب هنتكلم عن المحصول السكرية أول حاجة أصب السكر والبنجر أصب السكر أهميته هو المحصول الرئيسي أو الأول لإنتاج السكر في العالم البنجر المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم طيب ظروف زراعته بيحتاج قصب السكر إلى حرارة مرتفعة ومياه وفيرة عشان كده نتلاقيه بيتزرع في المناطق المدنية الحرارة في كل قرات العالم معادة قرات أوروبا طيب مش معنى قرات أوروبا بيتزرعش فيها والسالة مهمية جدا لأنها تقع في المنطقة المعتدلة البنجر بيحتاج إلى حرارة معتدلة طيب أهم قرات والدول المنتجة البنجر هي أولى دول العالم انتاجا لقصب السكر أما البنجر بتتركز زراعته في أوروبا أهم دولها في فرنسا أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا أكبر الدول المنتجة لها في قرض أفريقيا طبعا مصر وده طبعا بسبب ملأمة المناخ والطربة الزراعية يبقى نعيد بسرعة تاني المحصولة السكرية نتكلم عن أصب السكر لأنها الأهمية هو المحصول الأول لإنتاج السكر في العالم ظروف زراعته بيحتاج إلى حرارة المنتجة في عامها وفيرة بيزرع في المناطق المدارية الحرة لذلك نتلاقيه في كل قرات العالم بعد قرات أوروبا لأنها تقع في المنطقة المعتدلة البرازيل هي أولى دول العالم انتاجها لقصب السكر البنجر هو المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم ويحتاج إلى حرارة المنتجة وتترك الزراعته في أوروبا في أهم دولها فرنسا هي بتزرع البنجر في أمريكا الشمالية والمتحدة الأمريكية أكبر الدول المنتجة له في قرات أفريقيا هي مصر طب ليز ده كله كده ليه بتزرع في أوروبا في فرنسا وفي أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة وفي أفريقيا وفي مصر لملأمة المناخ والطربة الزراعية أهم الدول لمنتجة للسكر هي البرازين الهند الصين منتجة للسكر غير قصب السكر نتمنى من جميع الطلاب الاهتمام بحل الوجب المنزلي رقم 2 المجوف صاد 7 هنتكلم بعد كده يا شباب عن محصيل الألياف هنتكلم عن محصيل الألياف هنتكلم عن الأطن الأهمية بتاعة الأطن محصول مداري هام جدا لإنتاج الخيوط التي تستخدم في صناعة أجود أنواع الملافس المنزلي كمان هو مصدر لاستخراج زيت بزرس الأطن وكمان بيستخدم في صناعة الأعلاف أهم القرارات والدول المنتجة أسي أولى قرارات إنتاجا بتنتج حوالي تلتين الإنتاج أهم دولها الصين والهند أمريكا الشمالية ثاني القرارات أمريكا الجنوبية ثالث القرارات إنتاجا أفريقيا ربيا قرارات إنتاجا أهم دولها مصر والسرودان يأتي السؤال هنا مهم جدا يقول لك بما تفسر القطن في مصر والسودان من أجود أنواع القطن في العالم لأنه معظمه من أنواع القطن طويلة إنتاجا هنتكلم عن المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة هنبدأ أول حاجة نتكلم عن المطاط الطبيعي وده بيستخرج من عصارة أشجار استوعية طيب المطاط الطبيعي الأهمية بتاعته بيصنع منه قطارات السيارات وبدأدخل في صناعات أخرى أهم القرارات والدول المنتجة في قرارة أسيا هي أولى قرارات المنتجة للمطاط وأهم دولها تايلندا هي أولى دول العالم في إنتاج المطاط قرارة أفريقيا هي سنل القرارات المنتجة للمطاط الشاي أشجار دائمة الخضرة طبعا موطنه الأصلي شرق أسيا ظروف زراعته بيحتاج إلى مناخ حار وهواء رطب وعمطار غزيرة وتربة خصبة خفيفة أهم الدول المنتجة الصين هي أولى دول العالم في إنتاج الشاي طبعا بكده نكون فضل الله تعالى انتهينا من شرح الدرس الأول التي تم شرحه في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني ويريت من جميع الطلاب يهتموا بحل الوجب المنزلي وحل التدريبات الموجودة في صاد 10 وصاد 11 ونتمنى من الجميع حسن الاهتمام وحسن المذاكرة ونتمنى لجميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته